استقبل وزير الخارجية سامح شكري وفدا من مجلس النواب الأمريكي برئاسة عضو المجلس آدم سمثة زعيم الأقلية الدموقراطية بلجنة الخدمات العسكرية والذي يزور مصر في إطار جولة إقليمية في المنطقة تناولت المباحثة الوضع في قطاع غزة حيث شدد الوزير شكري على رفض مصر العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وأي تأفكار أو إجراءات تدفع نحو تهجير المواطنين الفلسطينيين خارج قطاع غزة وأكد وزير الخارجية على أن مصر لا ترى بديلا سوى الوقوف الفوري لإطلاق النار واتخاذ خطوات وضحة تجاه إطلاق عملية سلام جدة وحقيقية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة